اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من حرص واهتمام من قبل منتسبي المركز لتأهيل الأطفال بالصورة التي تدفعهم نحو الاندماج الحقيقي في المجتمع من جانبه أعرب مستشار جلالة الميكلشون الاقتصادية رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة دكتور حسن بن عبدالله فخرو عن الاعتزاز بزيارة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة والتي تنم عن حرص واهتمام دائمين من قبل سموه بدعم ورعاة ذو الإعاقة الأمر الذي يحقق رؤية وتوجيهات جلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في توفير كافة أوجه الدعم والرعاية لهذه الفئة التي تعتبر مكونا رئيسيا من مكونات المجتمع البحريني من جهته قدم سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد عليحمدان بالغ الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على اهتمامه الكبير بفئة ذو الإعاقة مؤكدا أن هذه الزيارة الكريمة تأتي في إطار هذا الاهتمام الذي يسهم في شحذ طاقات العاملين في مجال رعاية وتأهيل ذو الإعاقة مؤكدا في الوقت ذاته دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في توفير كافة السبل الممكنة لرعاية وتأهيل ذو الإعاقة في إطار الشراكة المجتمعية كما وأشاد أحمدان برعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للمؤتمر الدولي تحت شعار بالتقنية والإرادة نتجاوز الإعاقة من جانبه أكد رئيس المركز الدكتور فؤاد شهاب أن زيارة سموه تشكل دافعا لبذل المزيد من الجهود في تنفيذ الخدمات والبرامج لرعاية ودعم ذو الإعاقة عبر المبادرات الإنسانية التي يطلقها سموه وفي ختام الزيارة قدم الدكتور شهاب كتابا لسموه يتضمن قصة الإصرار والتحدي التي عاشتها ابنته مريم خلال فترة العلاج والتأهيل ترجمة نانسي قنقر